اشتركوا في القناة ونبدأ في بناءها هصبح على زمعيلي ونبدأ مع بعض نقول فقالتنا النهاردة صباح الخير فادي مرة تانية كل اللي يتابعونا يكون كل المصريين استمتعوا بأجازة العيز يعود علينا مرة تانية بكل الصحة والسعادة والاستقرار على المصريين على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية بكاملها أعتقد أنه فيه استعدادات كثيرة جدا استعدادات أمنية استعدادات إعلامية استعدادات بكل الأشكال لمليونية بكرة 24 أغسطس هنكلم عليها النهاردة أكتر بالتفصيل في خلال فقراتنا صباح الخير صباح الخير على كل مشاهدين في شبكة انتين في كل حتة في الدنيا كل سنة وحضراتكم طيبين أول يوم بعد عيد الفطر المبارك يارب يكون كل الناس استمتعوا بالعيد وإحنا طبعا رجعنا النهاردة الهواء لأربعة ايام اللي فاتوا كانوا مسجلين وهو عيد رجعنا الهواء من آخر الأسبوع من يوم الخميس وطبعا في آخر الأسبوع بنتكلم عن حصاد اللي حصل وقلبنا مع أهالينا في قرية صنصف مركز محافظة نوف وحالات التسمم اللي عندهم يارب يبقوا في حالة أفضل والحكومة تقوم بإجراءات أفضل وأسرع من كده علشان فعلا الوضع مأساوي جدا إن كل الناس دي تتسمم بسبب المية من ضمن أحداث كثيرة جدا بتحصل في بلدنا ومن أهمها زي ماي قالت إنه بكرة 24 أغسطس الدعوة المليونية ضد الإخوان وحنشوف بكرة إيه اللي يحصل كل الناس قاعدة مترقبة إيه اللي يحصل هيكون معنا نهاردة فقرة مهمة جدا عن الموضوع ده يكون مشترفنا فيها دكتور بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجالة الديمقراطية والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هنتكلم معاه عن الأحداث ونتكلم معاه عن التفاصيل لأنه الأخبار كتير جدا ومتضربة جدا هنستوضح معاه الأحداث على الساحة تمام كمان هيكون معنا الأستاذ حمدي عبد العظيم يكون معاه نهاردة في يومنا في نهارك سعيد هنتكلم معاه عن الاقتصاد والقرد القطري أكيد هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الموضوع ده ما تقوليش أن أنت قلت الفقرة دلوقتي بما أننا بصري بصري بصت تهديدية جدا لازم أكيد النهاردة حيكون كل كل كلامنا النهاردة وبكرة حيكون على المليونية يعني مش هنطلع من آخر أخبار خلينا بما أننا لسه طالعين من رمضان نتكلم أكتر على دراما رمضان الأسبوع فاته كلمنا على التيترات وكلمنا على نقد البعض الأعمال الفنية كانت موجودة في رمضان النهاردة حيكون معانا ضيفنا أستاذ يوسف فوزي الفنان الكبير حيكلمنا عن مجمل أعماله في رمضان هو كان ليه دور في زيل وردة ودور شرفي في زيل وردة لكن كان ليه دور أساسي في مسلسل وكمان في مسلسل ابن النظام هتكلم معانا نهاردة أكتر بالتفصيل في آخر فقرة معانا في البرنامج تمام معانا كمان هيكون مشرفنا أستاذ سامح عبدالله نائب رئيس الحليل أهرام نتحدث معي أيضا عن أحداث بكرة 24-8 لكن دعوني نبكي في حراتنا بعد الفصل على طول تابعه موسيقى موسيقى